وللمزيد من التفاصيل انضموا إلينا عبر الهاتف مراسلنا في الساحل الغربي عبداللهة بن امران عبداللهة بطلعنا على جديد ما يتم في جبهة الساحل في البداية مساء الخير مساء النصر والسلود هي عمقات حرافة الجمهورية ومعنية العمالية ومعنية الاتهالة في الصيطرة على بطار الحديدة من الجالبية وكم تأمين ذلك البطار من الجالبية فيما وحدة تخرى جامعة وتعملين قريبا وطنعة وتنبى بقعها بطاقة هناك انتظارات كبيرة ومتثالية وطبوط العشرات من موليكيات الحوثي الإرهابية بين ذكيل وتريح وعشرات الأسرى هناك محاولة تسلل من جميلة الموليكيات محاولة تسلل من البيئة الغربية غرب مديرية التهجة صوب منطقة الجازة محاولين التسلل لإعاجة تقدمها الأبطار صوب مطار الحديدة لكن الحسن الأهلي والمقنوط بالتحالف العربي غيران التحالف العربي أدى إلى صبوب أكثر من أربعين من موليكيات الدسلة والزمارة الحوثية دسلة وأكثر من 85 أسير من تلك الموليكيات تم أسرهم وتم أفضل ذلك التسلل ووضعهم في كم راشة انتفارة كبيرة لحاجة الأبطار والآن نحدث وتجد مستمر صوب مدينة الحديدة إن شاء الله وخوب استعمال المسيطرة على مطار الحديدة الذي يحتبر من أهم البواقع الاستراتيجية وقدم قضيها إن شاء الله هناك محاولات من قبل ثلثة الموليكيات التجمع وشن تسللات على أبطال فراثة الأمورية وعلى أمورية العمالية مرصودة عبدالهاب لكن أصد كل هذه التسللات مرصودة وبالتالي هم يدفعون الناس إلى الموت تسللهم مرصود من قبل القوات الوطنية المشتركة مرصودة حركات الموليكيات وأيضا محاولات التسلل نعم معاك تسللات الحديدة والمناطق الأخرى لكن يحاولوا التسلل عبر النخيل عبر أشجاء النخيل وعبر الأشجاء لكن كل تسللاتهم مرصودة وبالتالي تسللاتهم مرصودة ثم تكفيذ موقف سائر كبيرة في الأرواح والعداد مثلا نوما هذا أكثر من 40 جديد في تسلل واحد حضر هذا حضر مديرية التحيثة حاولوا إعادة يحاولوا إعادة تحبط الأفطال حضر مديرات الحديدة لكن الحصة الأمني والسناد من الحل العربي تم ذكر كل من حاول التسلل وأثر أكثر من حصر الغماني بينهم بيادة هناك انتصارات كبيرة تتسمعوا أخبار كبيرة إن شاء الله نعم عبدالوها بن مران مرسلنا في جبهة الساحل الغربي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر